اخر جزء صبايا بدنا نحكي بعد ما انهينا اللي هي وسام امعان اللي هو التراث الشعبي طبعا بنات هذا تراثنا كلنا يرات اي حدا مثلا من امعان اي حدا بيعرف حدا من امعان بيعرف البسه القديم عندهم صور يرات انه يبعتلنا ياها انه نتشاركها مع بعض منشوف اشياء حقيقية هلا بالنسبة للتراث الشعبي رح ارجع اعيد كل الاردن بنات تراثهم الشعبي او كل المحافظات خلينا نحكي متقارب مع بعضها البعض او بلاد الشام حتى هلا بالنسبة لامعان في مناني حكي عن تراث الشعبي من خلال ايش الاكل الاحتفالات عندهم كيف كانت لبس المرأة هلا بالنسبة للبس المرأة زي ما انشوفين بالصورة هات بيسموه بنات لبس الهرمز طبعا هو بالنسبة لألنا بجوز غريب شوي لكن هو لبسهم هذا العادي زي كيف احنا بنشوف لبسنا عادي هلا بالنسبة لهذا اللبس هي بتكون في لباس للرأس وفي نوع ماش معين يعني هذا اللبس تلبسه العروس بيكون فيه له طريقة محددة للرأس ونوع لأماش لازم يكون نوع من نوع الحرير تخيلوا تمام هلا هاتش اللي بيميزه انه بيكون المرأة محتشمة ببرده بتكون جميلة بنفس الوقت وبيكون باكتر من اطعا يعني فيه عندك السوب فيه عندنا اشي اسمه العصبة او العصابة فيه عندنا الشد اللي بتكون اللي الحزام تمام هلا هاته اللي بيميزه انه فيه الوان متعددة وجميلة لكن انه شوفوا ادش كانوا دا اروع التفاصيل انه لازم يكون مصنوع من ايش من الحرير تمام هلا الرجل بالاعراض شو بيلبس بجري يلبس الثوب بيحط حزام على الخسر اللي هو اللي اكيد منشوفها بنات واذا الايد فيديو وارجع ببعاتكم اياه كيف كان يلبس الرجل انه الثوب يعني الدشداشة حزام على خسره بيلبس الشماغ بيكون لونه احمر تمام وشوفوا غالبا ما يهذب بخيطان القطن الابيض ويلبس فوقه العقال الاسود اللي هو بنات الشماغ مش فوق بيكون فيه العقال بيجي زي دائرة لونه اسود تمام فبالتالي بالاعراض كانت المرأة تلبس هذا الثوب الهرموس اللغطة الى الرأس مصنوع من الحرير الوانه متعددة جميلة اللي بيميزه انه الحشمة تمام فيه له اكتر من اطعام عصبة للرأس فيه الحزام والرجل كان يلبس خلنا نحكي الثوب اللي بيكون له حزام بيكون له شماغ بيكون له معاقال بالنسبة للرقص تخيل انه كانوا بيرقصوا اسمها رقصة السامر هلا اهي لها حركة بالايدين وبالرجلين وكتير بنات هذا التراث جميل كتير حلو انك تفتعي اليوتيوب وتتفرجي عليهم بالنسبة للأكل فهم منعرف انه اهل معان معروفين بالكرم واهل الاردن جميعا معروفين بالكرم فكان في كتير صبخات من اشهر خلينا نحكي هاي المأكلات اللي هي البخاري تمام هي من الاكلات الشعبية الكتير معروفة في معان فرح ارجع عيد بالنسبة للتراث التراث تنقص من حيث الاحتفالات من حيث الطعام من حيث اللباس في العرس المرأة بتلبس لباس اسمه الثوب الهرمز ايش فكريتو انه مغيطة للرأس بيكون الا عصبة للرأس الى من حرير مصنوع الوان متعددة الى حزام بتميز بالحشمة الرجل كان يلبس الثوب في حزام بالخصر في الوشماغ وفي العقال بالنسبة للرقص كان الرقص بسمو السامر واللي هي بتكون حركة بالإدان وبالرجلين والمأكولات طبعا ما لذة وطاب ومعرفين بالكرم منها اللي هي البخاري تمام هاي عنا بنات اخر اشي التراث طبعا هو كتير حلو وانا ان شاء الله بلاقي لكم فيديو بالضبط وببعث لكم اياه على القروب هاي بالنسبة لبنات لمعان هيك خلصنا احنا عنا محافظة لمعان عرفنا وقعها بالجنوب عرفنا كيف التسلسل انباط رومان اموين عباسين حكم عثماني ثورة عربي كبرى بعد هيك الملك المؤسس لما كان اللي هو اول ما ايجي عنا الامير عبدالله عليها فارفي عنا معان الكبرى معركة معان الكبرى بالنسبة للمعان المحضرية عنا ثلاثة اللي هي البتراء عنا قلعة الشابك وعنا قصر الملك المؤسس وبالتالي بعد هيك حكينا عن اشي اسمه وسام معان اللي هو تكريما وتقديرا لجهود الشهداء والابطال هيك خلصنا صبايا ان محافظة معان ضايلة لنا درس ان شاء الله ركزي وانتي بتدرسي كالعادة اعودي بمكان هادي واي سؤال انا موجودة ويعطيكم الفافية